بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم ونحيي مشاهدين الكرام طبعاً بالطبع نحن دائماً نتحدث عن هذه المبالغ التي تسلمها المظامات العاملة في اليمن والذي فعلاً لن تستطيع أن ترفع معاناة المواطن من 2015 لحد الآن بالعكس في كل السنة يأتي المواطن يعيش من سؤل الأسوأ حقيقةً الموال التي تأتي لليمن نحن نتحدث نحن من بداية العمل الإنساني الغادي لابد أن نعترف أن هذه المنظمات الأممية العاملة في اليمن فشلت في إيصال هذه المساعدات المستحقية خلال كل الفترة الماضية بسبب علم التنظيم من المسؤول عن هذا التنظيم أستاذ جمال طبعاً المسؤول التنظيم في عوامل كثيرة التي عملت علم التنظيم هي افترض أن يكون فيه جهة معينة حكومية تنظم هذا العمل الإنساني ولقاتي لكن توجد الآن بالنسبة للمنظمات التولية وجودها بشكل عام في المناطق التي تتحدثتها للحوتي وجميع الشركاء لهم المتمين للجهات تابعة للحوتي هذا يجعل من هذه المنظمات تتبع السلوب بالتعامل بما يريد حتى تقارير روحاً منها تقارير عندما تملأ إليهم لن سيأخذوا العمل الإنساني القاتم من الأرض الواضحة أستاذ جمال هناك حديث بأن ضعف الأداء الحكومي هو السبب الرئيس في كل هذا الهدر لكل هذه الأموال والمساعدات وعدم وصولها إلى مستحقها بل على العكس أصبحت وبالاً هذه الأموال لدعمها لميليشيات في الداخل أو قبل كل شيء أن الحكومة اليمنية هي لا تستلم الأموال ولا هي تقوم بتوزيع العمل الإنساني بالعكس هي خامة الرئيس لكن الدستور اليمني يجرم ويحرم عمل أي منظمات دون أن تكون الحكومة والدولة مشرفة على عمل هذه المنظمات وتعلم أين يذهب كل ريال وكل فلس فما بالك بعشرين مليار دولار طبعاً هذه المبالغ الماليات بقى الاتفاقيات الرئيسية عن طريق وضع التخطيط وهي المسؤول المباشر في عملية الرقابة المتابعة في هذا المجال يعني هذا مجال بشكل أساسي إنما هي المنظمات الدولية ليس موجودة في المناطق المحررة بحيث أن تدتها في حاسب المنطق المركزي في عدن ولا هذه الأموال تأتي من البيد الحكومة أو وجه السلطات المحلية لكن زي ما تفضلت أنه لا يصح ولا هو أن تعمل هذه المنظمات دون الرجوع للسلطات المحلية لأن السلطات المحلية هي إذا لم تسمح لها بالعمل داخل محافظاتها إلا بالأخذ الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع في الأخير هذه المنظمات في الأخير هي زي ما نتحدث أنها منظمات خيرية ظاهرها وبطنها هي تجاري هي تهمها الميزاني التشغيلية أهمها أن تصل للإدرافة لمستحقية ولهذا إذا رفضت هذه السلطات المحلية إلا بالرجوع والتنسيق والتنظيم من السلطات المحلية أنا أعتقد أن الوضع سيكون أفضل دائما عندما تساءل عن أن أسوأ أزمة إنسانية نحن هي ليس أزوأ أزمة إنسانية وهي سوء استجارة إنسانية وسوء إدارة حقيقية لم يستطيع هذه منظمات في السلطات المحلية في اليمن لن تتوصل هذه المساعدة تنظم هذا العمل الإنساني القادي وغالبية المبالغ المالية أو اللغاة تتوصل 85% إلى المناطق التي تحتصل في حوتي التي هي باعتبارها أكثر على السكتان